في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة اجتمع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله أهل خليفة وزير الداخلية مع السيد جون هيس وزير الأمن في المملكة المتحدة وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد أهل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والسيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وفي مستهل اللقاء رحب وزير الأمن في المملكة المتحدة بمعالي وزير الداخلية مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين ومعربا عن الاستعداد لمواصلة التعاون البنى مع مملكة البحرين في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب وقد أشهد معالي وزير الداخلية بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تعد أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتحرك بشكل متقدم في مجال موجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب مضيفا أن التنسيق الأمنية بين البلدين تاريخي وليس بالأمر الجديد وقد اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على مواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية في مجالات أمنية متخصصة بهدف تطوير القدرات ورفع كفاءة العاملين في العمل الشرطي بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى حفظ الأمن وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وفق تطويرها في إطار التحديات الراهنة كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي سياق متصل اجتمع مع الوزير الداخلية مع اللورد تارق محمود أحمد عضو مجلس اللوردات عن منطقة أومبلدن الوزير المعني بمكافحة التطرف بوزارة الداخلية والمعني بأمن الطيران في وزارة المواصلات وذلك بحضور معالي الشيخ فوز بن محمد الخليفة سفيري مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسيد سايمون مارتن سفيري المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وقد أشاد اللورد أحمد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها مملكة البحرين ومواصلتها نهج الإصلاح الشابل بقيادة جلالة الملك معربا في الوقت ذاتها نعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة وخلال اللقاء أكد معالي الوزير أن ثقافة العنف ليست من سمات المجتمع البحريني وأن المشكلة الحقيقية تكمن في التطرف والذي يجب أن تتكاتف كافة الفعاليات المجتمعية في التصدي له والحد من أخطاره وقد تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأمن والسلامة العامة وتبادل الخبرات في مجالات عديدة من بينها أمن المنافذ وأمن المواصلات في إطار العمل على حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وبما يتفق مع استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها وتطويرها